يا ولاة الأمر، هذا هو الفساد افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله سيار القادة والحكام هي بعض صفحات تاريخ أي دولة فهؤلاء يكتبون حقباتهم عبر أفعالهم لذا نقرأ عن ملوك ورؤساء وأمراء أثروا سيارة حياتهم بما تركوه خلفهم أكان عملاً نهضوياً أو عملاً شريراً وحين نقارن بين الدول نلجأ إلى قراءة أفعال حكامها لأن بلادهم صورة عنهم في كل الحالات لا أحد يذكر المستشارين ورؤساء الوزارة إنما يكون التركيز على الحاكم نفسه فإذا كان صاحب رؤية مبنية على أن الحكم استمرارية وأن حقبته جزء من تاريخ بلاده عمل على السعي لأسعاد شعبه بشتى الطرق وتأمين الاستقرار الاجتماعي له وفسح المجال للمبادرة الفردية والإبداع وإذا كان ممن يفكرون في صندوق الماضي والانتقام والاستحواذ على كل شيء خوفاً مما يسمونه غدر الزمن عمل على إشاعة العنف والقمع في المجتمع وكلما طال حكمه زادت درجة الحقد الشعبي عليه ولقد رأينا طوال العقود الثمانية الماضية ماذا حل بعدداً من الحكام في معاش المستشارون في نعيم بعدهم لأنهم لم يتحملوا المسئولية الحكام المؤمنون بقدرتهم على التغيير يختارون السقور الأمناء المحنكين ويبتعدون عن منطق تنصيب المحاسيب والأحباء والأصدقاء ولا يعملون بقاعدة هذا ولدنا أو خشمك إذنك بل يختارون للإدارة من هو جدير بتنفيذ رؤيتهم ويحافظ على ثروات الشعب في العالم الثالث وكثير من دولنا العربية يتبوأ المناصب أشخاص ليسوا أهلاً للمهم الموكلة إليهم لأن الحاكم أساء الاختيار لهذا أصبح الفساد عادة متأصلة في هذه الدول وغابت محاكمات المسؤولين الذين يعفون من مناصبهم وبل المفارقة أن بعضهم يكرم بينما في الدول التي يسود فيها القانون فأي تقصير يصبح موضوعاً للمحاكمة ويحاسب رؤساء الوزراء والوزراء والوكلاء وليس فراش البلدية كما هي الحال في دول خالجية وعربية الفساد ليس سرقة أموال فقط فهدر الوقت والشهادات المزيفة والتقصير في الأداء بل مخالفة أنظمة السير من الفساد فهؤلاء بممارساتهم يشيعون الفوضى ومخالفة القانون لاعتقادهم أن تعميم السلوك الخطأ يعفيهم من المسألة للأسف عاشت الكويت هذا الوضع لعقود عدة ففي حين تكشفت الأحداث عن نهب ممنهج للأموال العامة وبمبالغ طائلة لا تحملها البعارين وتعمد عرقلة المشاريع الكبرى كانت المحاسبة انتقائية وليست نهجا إصلاحيا للإدارة وهذا أثر في حقبات عدة من تاريخ البلاد اليوم للمرة الأولى نرى أعفاء لمسؤولين في مناصب عليا وخضوعهم للمحاسبة وتلك خطوة مهمة وكبيرة لكنها تبقى من دون أي تأثير إذا لم تقترن بمحاكمات وأعلان أسباب الأعفاء كما لا يكفي الطلب من البعض تقديم استقالاتهم أو إقالتهم فيما تبقى الأسباب مبهمة لأنها تتحول إلى مصانع شائعات فتزيد البلبلة بين الناس يا ولات الأمر بلادنا أمام مرحلة مهمة ففي الوقت الذي تضع فيه الدول خططها لعشرين وثلاثين عاما وتنفذها بأمنة وإخلاص فيما كل ما حققته الكويت هو المزيد من التراجع فلا نفذت رؤية كويت الفين وخمسة وثلاثين ولم نر إلى اليوم ما يدل على أنها ستنفذ وتتحول البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا رغم المبالغ الهائلة التي أنفقت عليها لأن هناك من استهواه الهبش من المال العام وذر الرماد في العيون عبر تصريحات وشعارات ردنانة فيما هو خائب حتى في أسلوبه بالسارقة وهدر الوقت ترجمة نانسي قنقر